شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعدت السيد زايد بن راشد زياني في أعمال الاجتماع التشاورية الثامن لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية والذي يرأسه أعماله معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض وخلال أعمال الاجتماع الذي يقام على هامشي أعمال قمة المستقبل للمعادن بالرياض تم الإعلان عن إطلاق منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية كما تم أيضا مناقشة العديد من الموضوعات والتي من بينها استعراض نشاط المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في قطاع الثروة المعدنية وأهم إنجازات المنظمة في تنفيذ توصيات أصحاب المعالي الوزراء العرب ونقشت مشروع عداد النظام استرشادي تعديني للدول العربية واستعراض المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقات النظيفة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع ترجمة نانسي قنقر